إلى الأخبار العاجلة حماس إذن تؤكد اغتيال صالح العروري واثنين من قادة القسام بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت مكتبة في الضاحية الجنوبية إذن نتنياهو كذلك كان أوعز وطلب من وزرائه بأن لا يعلقوا على اغتيال العروري ومازلنا في متابعة ومشاهدة هذه الصور للحظة الاستهداف أو لما بعد الاستهداف الذي قتل العروري وهو واحد من أبرز القيادات في حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أنتقل الآن إلى الدكتور مكرم دكتور مكرم العروري بحسب لوفيغارو منذ أيام في مقالة لها كان جزء من التخطيط للهجوم كان تلقى مكالمة قبل عملية السابع من أكتوبر وطلب منه أن ينقل الرسالة قبل نصف ساعة لحسن نصر الله كذلك بحسب وسائل الإعلام الأمريكية كان مستهدفا أو واحد من الأهداف الأساسية لإسرائيليين بعد السابع من أكتوبر ألم يكن من المفترض أن تكون هناك إجراءات أمنية مختلفة؟ وكيف تفسر قدرة إسرائيل الآن على استهدافه في الضحية الجنوبية في بيروت؟ فيما يتعلق بأمور الحرب ليس هناك من إجراءات كافية تقدر أن تحمي شخص هو على لائحة الإغتيالات إن كان من الطرف حزب الله أو حتى من الطرف الفلسطيني وهناك سردية وهناك رواية موجودة بأن العروري دخل على حسن نصر الله عند بدء عملية توفار الأقصى لابسا بدلة عسكرية وأبلغه بأن عملية تحرير القدس قد بدأت نحن لا نعرف إذا هذه السردية صحيحة أو غير صحيحة ولكن نعرف بأن صالح العروري هو أحد أركان العمود الفقري لحركة حماس لسيما في الموضوع العسكري والموضوع الأمني إن كان في سوريا أو في لبنان أما فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية بالرغم من أنهم يأخذون تلك الإجراءات الأمنية المشددة نحن نعرف بأن إسرائيل تراقب كل شبر في لبنان لسيما عبر مسيراتها وعبر جواسيسها على الأرض وأن استهداف العروري هو رسالة واضحة بأن قد لا يتمكن الإسرائيلي من الوصول إلى محمد الضيف أو إلى السنوار حتى الآن ولكن ما يطلق عليه بروتوكول ميونيخ أي الإغتيال خارج حدود إسرائيل ومحاولة استهداف تلك الأسماء الكبيرة هو شيء قد أصبح حقيقة ولا يستحليل كما كان في السابق ويضاف إلى ذلك بأن لا أعتقد بأن العروري هو شخص قابل للاستبدال بطريقة سهلة وأن ما قام به نتنياهو الآن هو محاولة للرد على كل الكلام بأن شعبيته الداخلية في السياسة الإسرائيلية هي نحو انخفاض ونحن نعرف بأن هناك تقاطع واضح بين الإدارة الأمنية والإدارة السياسية على ضرورة استهداف كل الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن الإسرائيلي وعا رأسهم صالح العروري نعم سنعود إلى أهمية هذه الشخصية والتي قتلت من قبل الإسرائيليين ردود فعل من حزب الله في لبنان خاصة أن العملية كانت في العاصمة اللبنانية بيروت ولكن دعني أنقل بعض الأخبار العاجلة كذلك من لبنان هذه المرة نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان يقول أن اغتيال العروري في بيروت هو جريمة إسرائيلية جديدة وأن انفجار الضحية هو طوريط للبنان في مرحلة جديدة من الصراع دكتور مكرم أساسا لبنان كان متورط بشكل ما في هذه الحرب الحرفي غزة مع هذه الاشتباكات على المنطقة الحدودية ولكن الآن هل سيدخل لبنان مرحلة جديدة مع اغتيال العروري هل سيكون رد حزب الله أكبر ومنه تورط لبنان سيكون أكبر أيضا نعم سيدتي أولا أريد أن أعلق على كلام ميقاتي نحن نريد من رئيس حكومة لبنان أن يقدم لنا دليل بأن صالح عروري دخل لبنان عبر المعابر الشرعية ولو باسم مستعار أن العروري وكل تلك التنظيمات المسلحة الغير لبنانية وحتى من يدعي أنه لبناني على اسم حزب الله يستبحون الأراضي اللبنانية وهم حولوا لبنان إلى ساحة حرب ولكن للأسف حتى مع استهداف شخص مثل العروري هو رمز لما يسمى المقاومة الإسلامية في لبنان وفي المنطقة لا أعتقد أن حزب الله سيقدم على أي عملية نوعية بين قوسين كون هذا الهدف في مصطلح المذهب اللبناني هو هدف صني وهو شهيد من شهداء الطريق إلى القدس كما يدعي نصر الله وهو سيقوم بنسج العروري ضمن سرديته عندما يطلع علينا غدا أو ربما نهار الجمعة كما عرفنا بأنه هل سيكون جزءا من الخطاب فقط سيكون كذلك جزءا من أي تخطيط ومن أي عملية على الحدود هنا أنقل من القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن الليلة ستكون طويلة جدا في الشمال اللبناني هذا يعني بأن التصعيد سيكون كبيرا على الحدود الجنوبية اللبنانية أو الشمالية الإسرائيلية اليوم سيدتي إن كانت هذه العملية مخطط لها بهذه الدقة واستهداف العروري هناك كما يقال احتمالات عديدة وردات فعل عديدة وأن الطرف الإسرائيلي كما كل الجيوش النظامية مستعد على تحمل تلك الضربات ولكن أعتقد بأن حزب الله لا يكترس للعروري بل هو مستعد أن يستمر بتلك المسلحات الجهادية التي يقوم بها في جنوب اللبناني وهو لم يدخل المعركة بطريقة جدية كما تعرف لأن الطرف الإيراني يمنع أو لا يريد أن يدخل في مواجهة مباشرة ولكن العروري كان ربما شخصيا مختلفا دكتور مكرم واعذرني هنا عن المقاطعة يقال إنه كان من بنى التحالف مع إيران أو رجل إيران داخل حماس ولكن سيدتي علينا أن نذكر أن قاسم سليماني الذي حول النوع من قديس كان كذلك كل ما ذكرت وما نرى بأن ما قام به حزب الله وما قام به الحل السوري الإيراني هو مجرد التهديد والوعيد وهم يقوموا بأي خطوات نحن الآن نتجه إلى مرحلة جديدة من العميلات العسكرية والأمنية ولا أعتقد بأن لا حسن نصر الله ولا أي من القيادات الإيرانية يستطيع أن يرد الكف كما يدعو وأن من يدفع فتورة هذه الحرب المستمرة هو شعوب المنطقة لسيما من المدنيين الذي تم توريطهم بهذه الحرب المفتوحة بدون أخذ معين الاعتبار ما هي ردات الفعل العسكرية والأمنية